السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فضلا وليس أمرا اشترك في القناة واضغط على زر الجرس وهذا ليصلكم كل جديد كشفت وزارة التربية في بيان لها اليوم الأحد عن رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية 2022-2023 ووفق المصدر ذاته سيتم إجراء اختبارات الفصل الأول بالنسبة للسنوات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الطور الابتدائي في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر 2022 وفي حين سيتم إجراء اختبارات الفصل الثاني بداية الطور من 7 إلى 16 مارس 2023 فيما تجري اختبارات الفصل الثالث في الفترة من 28 ماي إلى 1 جوان 2023 وبالنسبة للطور المتوسط ستجرى اختبارات الفصل الأول للسنوات من الأولى إلى السنة الرابعة في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2022 فيما ستجرى اختبارات الفصل الثاني بداية الطور من 5 إلى 9 مارس 2023 أما الاختبارات الفصل الثالث فمن المقرر حسب ذات البيان إجراءها في الفترة من 21 إلى 25 ماي 2023 بالنسبة للسنوات الأولى إلى السنة الثالثة ما بين 15 إلى 17 من ذات الشهر بالنسبة للسنة الرابعة متوسط وفيما يخص الطور التانوي أورد ذات البيان أن اختبارات الفصل الأول بالنسبة للسنوات الثالثة سيتم إجراءها في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر 2022 ومن المقرر أن تجرى اختبارات الفصل الثاني في الفترة من 5 إلى 9 مارس 2023 أما بالنسبة لاختبارات الفصل الثالث فمن المقرر وفق ذات المصدر أن تجرى في الفترة من 21 إلى 25 ماي 2023 بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ومن 14 إلى 18 من ذات الشهر بالنسبة للسنوات الثالثة تانوي وفيما يخص الاختبارات الاستدراكية كشف المصدر ذاته أنها مقررة يومين 18 و19 جوان 2023 بالنسبة للطور الابتدائي ويومين 26 و27 جوان 2023 بالنسبة للطور المتوسط وكذا يومين 18 و19 من نفس الشهر بالنسبة للطور التانوي ومن المقرر أن يتم عقد مجالس القبول والتوجيه في التعليم التانوي العام والتكنولوجي يومي 21 و22 جوان فيما تعقد مجالس القبول والتوجيه إلى السنة أولى التانوي ابتداء من تاريخ 6 جوليا 2023 إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب